أعلنت الدكتورة مهر رباط وزيرة الصحة والسكان عن البدء في تنفيذ المشروع القومي للحضانات والرعاية المركزة بتكلفة 250 مليون جنيه وأوضحت وزيرة الصحة بأنه سيتم تطوير وتحسين الخدمة الطبية للمبتسرين برفع كفاءة 35 مستشفى تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها بعدد 27 مستشفى في مختلف المحافظات بتكلفة وصلت إلى 100 مليون جنيه وأضافت الرباط في بيان صحفين أن وزارة الصحة تقوم حاليا على تطوير وتحسين الخدمة في أقسام الرعاية الحارقة حيث سيتم رفع كفاءة 45 مستشفى وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 27 مستشفى بتكلفة وصلت إلى 150 مليون جنيه